الفيلم المفهومة غلظة من قبل المواطنين والممارسة السيئة مثلا الزواج المبكر لكن هناك إنسان اليمني اللي هو إنسان طيب وجميل في داخله لكن بيتربى وينشأ في عادات ودقاليد صعبة كثير وبمارسة عن عدم واعي وعن غباء وعن شهر وبسبب الفكر أيضا هناك في ناس في اليمن متعلمين وصلوا إلى مرحلة جيدة للفهم والوع وهناك القاضي اللي يعرف أن ما يحدث شيء غلط ولكن لا يوجد هنا قانون يبنى عليه حكمة لذلك هو تعاضف مع البنت ولكن لا يستطيع أن يطبق قانون لا وجود له فأضطر أنه يستعين بشيخ القبيلة من أجل حل المشكلة طبعا هذا مش موجود في القصة الحقيقية وجود الشيخ وإنما أضفتم من أجل الدفع بهذه الناس أو المشايخ أو حتى المواطنين العادين للتفكير بالنما يقومون به شيء غضاء وأنه من واجبهم أن يقومون بتغيير هذا السلوك وبتغيير هذه العادة التقاليد فكل واحد مننا محتاج أن يغير سواء كان الشيخ أو المواطن العادي أو القاضي عندما يكون لديه قانون فهناك سيستمت من خلال القانون لكن جميعا حبيت من خلال هذا الفيلم أن يكون هناك توعية توعية لفهم كل الأشياء المغلوطة وتغيير العادة وتقاليد السيئة وهو من واجب كل واحد وكل مواطن ومواطنة أن يساهموا في التغيير حبيت أن لا يفهم الفيلم من البداية طبعاً هو القصة مفهومة لكن في النهاية حبيت أن يظهر كله في نهاية الفيلم من أجل يعني المشاهد أنه يبقى على المشاهدة وأن يفهم فيما يحدث فيما بعد لم أحب أن أعضيه كل المفاتيح في بداية الفيلم كان هناك صعوبات كثيرة تصوير هذا الفيلم يكون بسهل كما تتصور أو كما شاهدت الفيلم صعوبات كثيرة بدأت أولاً من الحصول على حقوق الكتاب ثانياً إيجاد طاقم للذهاب إلى اليمن كان صعباً أن أخذ طاقم من خارج من اليمن لأنه في اليمن لا يوجد الصناعة السينمائية ولا يوجد الثقاء السينمائية فكان صعب أولاً أن أخذ هنا من أوروبا لأنه الشركات التأمين رفضت أن تؤمن فأضطرت أن أخذ بعض من الطاقة من مصر وكذلك بعض اليمنين لكن كان هناك صعوبة أولاً إيجاد الممثلين الحقيقيين فكان يجب أن يدربوا لعدة أسابيع وكمان الأطفال غير ممثلين فكل هذه كانت في البداية صعوبة وكذلك الناحية التقنية لا يوجد شيء تقني لا توجد كهرباء طردنا من عدة قرى تم مسح كلما صورنا كانت المشاكل اليومية بدون توقف ولكن مع ذلك هناك إصرار لعمل هذا الفيلم ونجحنا على كل الصعوبات هو الآن الفيلم موجود ونتمنى أن يشاهده لكثير من الناس